اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فالهدف هو ان انا اعرف ربنا اكتر لكن لو انا بلا هدف ما هو دي الفكرة ان الاسلام اختلف عن المسيحية في اتجاه الصوم نفسه يعني معنى الصوم عند المسلمين مختلف هو ان انا بنقطع عن الاكل والشرب وكل الحاجات اللي هي والعلاقات الزوجية والاخره من الصبح لغاية بالليل من الفجر لغاية بالليل لكن الهدف وراء الصوم طبعا بيطلع بيروحي يشتغل وبيروحي يتخانق وبيعود ويعمل مشاكل في الشوارع ما احنا كنا عايشين في مصر وبنشوف الكلام ده ليه لان الهدف الاساسي وراء الصوم الهدف الروحي وراء الصوم راح صيام عبادة لو ما فيهاش هدف روحي يبقى ايه قيمته ايه قيمة ان انا اقدم عبادة بلا هدف روحي زي ما اكون انا بصلي اروح انا جاية وقفة في خمس دقائق بخلاص الفردي المشيح هي انا شفت انا شفت ناس كانوا بي صلوا قدامي كده هوت وانا مسلمة وكان الانهم بيرغموا على انهم الان يصلوا واحنا صغيرين كنا بنرغم احنا هنصلي بقدت بشوف حد قدامي بيعمل كده ان هو بيصلي في دقيقة واحدة ويكون بخلص الفردي بسرعة جدا لان هو فقد المعنى الروحي اشتركوا في القناة